السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة اليوم من سؤال جواب ونبدأ مع أول سؤال ديال عبدو عبدي يقول السلام عليكم ريانير كتبه في سيد ديالها بالليل مغرب تيقبل حتى نيغاتيف تيست رابيد يعني ديك التيست رابيد وعمله هنا بالإنجليش يعني كي من كتبهها ريانير نيغاتيف رابيد تيست رابيد عندكم خويا شي معلومات على هذا الشي واش شي واحد تعرف شي واحد مشا للمغرب بالتيست رابيد أنا عندي الفول من ويز ألمانيا الرباط الله يجازيكم بخير أول حاجة المعلومة اللي عندك أخيرة يا صحيحة فعلا في سيد ديال ريانير مليك الدخول للقسم اللي متعلق بالمغرب الجبل هنا يا مروكو يا مروكو travel restriction apply يخصيك تعمر داك الوثيقة قبل ما توصل للمغرب قبل ما تدخل للمغرب والمسافرين يخصوهم يعملوا حد تيست بالسعير نيغاتيف اللي يكون المدة ديالهم كتتجوش 72 ساعة من الفترة يعني من السعادية لانطلاق الريحلة وهنايا عملين نيغاتيف رابيد تيست تتجوش أيضا تتجوش في علامة الشيء اللي قلت يعني رح مكتوف السيد ديال ريانير ولكن بالنسبة للعربية للطيران والخطوط الملكية للطيران رغم يقبلوا فقط التست البيسير و هنشوف يعني الناس بحكم العمل رح شوف الناس يعني كيخليوهم فلا بغضهم بحكم وما كتجوش ماذا ما نسينا معهم لأن القانون يتبق هذا ولكن لو كنتم سافر مع ريانير أمبريمي هذه الورقة هذي اللي عملين فيها الرب انتش تعرغل شو اكسبتد ومشي بيها ما اشتدي قالوا لك شي حاجة كتواجهم كتقبلوا ما تشهد لها عندكم يعني عندكم في السيد ديالكم كتقبلوا هذا الشي هذا ولكن المغرب يأكد على أن فقط التست بيسير يعني اللي يكون كامل ديال وكامل ومكمور اللي هو ديال النيف وديال الفوم وهو أغلى تحليل اللي يقدر يعني هذا هو الشروط ديال المغرب إلا كانت ريانير توصلت مع المغرب مش اتفاقية وكوات تقدر تضيب ها التست رابيدو مش مشكل يعني انت أنا بحل يقول لك أم بريمي هاد هاد السكشيون هادي اللي فيها الشروط ديال السفر المغرب من السيد ديال ريانير وعمل التست رابيدو وأكيد أنه ما يقدرش يقول لك القضية يام لدخل المغرب واش عادي يدروا معك يعني في الكنترول واش عادي يقول لك شي حاجة ولا لا وإذا كان شي حد عفاكم سبق لو سفر بالتست رابيدو مع الريانير يقول إن هنا يا بس السيد اللي يسو العبدو يتأكد وحتى الناس اللي يتأكد وما يبقاش يدير هذا الغالي هذا الشي نقدر نجو بك يا أخي سلام شكرا بزاف للمعلومات اللي تعطينا جزاك الله كل خير نسو لك أخي سوف رجع من المغرب البرشلون مع الريانير شنو خصني عرف بس إير واش خصني غير الاستمارة بحل اللي صاوتي من اللي تخلص للمغرب ولا إسبانيا تطلب شي حاجة أخرى شكرا أخي بزاف اختي فوزيات برك الله عليك ربح اللي يقول لك عرف شو نخص ما تنقص ما تزيد البي س رح عندك مع الدلي رح قلت عرف أخص تديره وخص تعمر الاستمارة أون لاين وغير ذلك لا يمكن شي حاجة أخرى إلا تطلب لك شي حاجة أخرى ولكن لا لان لحد الساعة هذا هو مجوش للشروط لإسبانيا تعمر الاستمارة بالنسبة الاستمارة أنا لنصح الناس أنهم يعمروها أون لاين علاش لأن لان لك تكون مع مرة أون لاين تدخل في هذا السؤال واش عمل التست بس اير واش خرج لك نيجاتيف دا الاستمارة يعني تسهل عليك ما يتلبون لك التست بس اير ولا يقول لك ور يشوف ويشوف وغير بحالك يعني إذا عمرت الاستمارة لدخل الإسبانية أون لين السلام ورحمة الله الأخت قد تسهول خوية الله يرحم لك الوالدين رجلي بغا يمشي من المراكش لإسبانيا في مويلين واش قد دير رحلات لما زل عفق خوية جوني ضروري اختي بالنسبة للشركة الإسبانية الشركة الطيارة الإسبانية الشركة الوحيدة اللي المغرب عمل معها الاتفاق في هذه الرحلات خلال هذه الوباء هذه هي إيبيريا كتمشي من كازا بالنسبة للشركات الإسبانية الأخرى على حد علمي ما كينحتاش اتفاقية وما كيدخلوش للمغرب ولهذا من الأفضل أنا كننصحه أنه يشوف الشركات الأخرى بحل الخطوط الملكية العربية ولا ريانير كذلك ريانيا تعمل إسبانيا وليقدر سيتحدد أكتر الوجهة اللي ماشي لها واش بارسيلون ولا مادريد ولا مالاقة ولا شما انتجاه ماشي من مراكش شمال المدينة في إسبانيا نقدر نبحث لكلام معلومات أكتر بويلين كين واحد رحلة نهار تسعودي يناير تسعودي شهر واحد ولكن رحلة غير مؤكدة لأن أصلا ما كانش اتفاقية ما بين وويلين والمغربين فهذا الوباء هذا فهذا الجائحة خصو يكون اتفاقية ما بين الدولة والدولة بين دولتين والدولة الأخرى هي اللي كتقولش من شركات اللي غادي يدخلون للمغرب وفي الحالة دي الإسبانيا فإبريا فقط هي اللي مخولة أنها تعمل رحلات من إسبانيا إلى المغرب والعكس رجلي مغربي وعندو جنسية أمريكية لأنه يدير باش يجي لعندي الإسبانيا غير سياحة حيث إسبانيا سدع لأمريكا لكي اللي كان رحلات قليلة ما بين أمريكا وإسبانيا والرحلات يعني يكون السفر يكون مبرر ويكون جد مبرر لأن الصحافة اللي كانوا مؤخرا كانوا كمشيوا باش يغطيوا الانتخابات الولايات المتحدة الأمريكية وكانوا كانوا يعملون بزاف التعقيدات ويسألهم ويعود يسألهم ويانشي وحدين ما خلوهم يمشي وكانوا يمشي على إنجلترا يمشي على لندن مادريد لندن لندن نيويورك بالنسبة للسيد اللي كان مغربي جنسية أمريكية صعب أنه يدخل مهم أمريكي دبافة السعادة صعب أنه يدخل غير سياح لإسبانيا ولكن يقدر يدير المغرب مع روية إرمار روك يدير المغرب ومن المغرب يجي إسبانيا ركاين معا يتقدر يبقى عنده نفس الرحلة قاع ما يحتج حتى مثلا يقلب على الباقاج دياله يقطع الرحلة مع الخطوط الملكية المغربية الكازابلانكا الكازابلانكرا هي تجي المغربية تقريبا يوميا نهار وحد اللي مكينش الرحلة وقال هي نهار الأربع أما الرحلة كان يوميا من كازا الإسبانيا اللي بغايدر الترانزيت يدخل على المغرب مثلا هذا حل مزيان أخويا بغايت نسؤولك الله يجازك بخير عندي فول مع العرام وعندي سكال في مدريد المغربية وخطوط الملكية المغربية عندهم تتعاون بين تنفذ القضية بغايت بغايت نهار ليس هم الذين يتكلفون بالبغايت ولكن نحسب كيف الشريطة البغايت وما تقول للناس في الموسترادور في الكنتوغ التي تسجيل في الأول نفهم بأنك جاي من المغرب عندك الرواية من المغرب كازا بلانك مدريد مدريد عادت تسجيل بلع صخرة مع إبريا مهم أن تسجيل في المغرب إذا كان فهمت صحيحة أن تسجيل في الأول مع الخطوط الملكية المغربية كلهم سوف يريد البغايت يمشي للدستيناسيون فين معروش فين غادي ماميخيكو ولا البرازيل ولا الارجنتين ولا فين ما كنت غادي كلهم بغايت البغايت يمشي للدستيناسيون فين وهم ما غادي يعطيوك البيئة على أساس أنك تشبر البغايت المغربية المغربية فين ميخيكو في العاصمة المكسيك لكسعه في مدريد يعمل الترانزيت البغايت يبقى بحال يتنقى بحال يتفلتر كل البغايت اللي ماشي في دستيناسيون يمشي وغادي يمشي للطيارة ديالك أتشلي كذا شكرا شكرا لك سوسط 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 portuguesa, pero vivo en Madrid, pero ahora mismo me encuentro en Marruecos. Vale, entendido. Y quería saber si en Marruecos se necesita para salir fuera del país PCR. Sí, afirmativo, para entrar a España necesitas un PCR, para entrar a Portugal también directamente de España, de Marruecos necesitas un PCR. Entonces lo que tienes que hacer para entrar a España, si vives en Madrid o trabajas aquí y quieres venir directamente de Marruecos a Madrid, es hacer un PCR y además rellenar un formulario online. Dicen que el formulario te lo pueden dar en el avión, pero yo según mi experiencia prefiero que la gente lo rellena online y así es más fácil y no vas a estar ahí en la fila. Pues eso, la respuesta es eso, sí que tiene que tener un PCR y tiene que rellenar un formulario online. ¿Qué es lo que te ha dicho? Y me ha dicho, gracias por la información. Quiero ver mi cómo se va a salir de Valencia hacia Casa. ¿Me escuchaste? Pero quiero agradecerle a mi, gracias. Gracias, Abdelmagi. La cita del Merecho, la cita del Merecho, la cita del Merecho, la cita del Valencia hacia Casablanca. Voy a decirle a los miembros de la cita del Merecho. Aquí en España, وقالوا لي إيه را هي بانزار كاتخروج من فالنسيا الكازابلانكا لا كنت متأكدوا ما زال متايخش بقام عيوانا غادي نوريك بأن إيه را كاتخروج من فالنسيا الكازابلانكا أنتا خايا عبد المجيد كاتم الفالنسيا كازابلانكا الخطوط المغربية المريكية المغربية كاتم العيد الخارجة خليوها 30 مثلا 30 دجمبر 30 شهر 12 ترجمة حالية ترجمة الحالية هناك أنزار 21 يمتاز هناك أنزار أربوانكا هناك أنزار 3 كذلك يوجد اسم هناك أنزار أربوانكا هناك أنزار أربوانكا نفتح المقريف أفرار إجراء أربوانكا الخروجين الخامسات ونزار أربوانكا ثمانية وخمسة وعشرين دقيقة. الرحلة قطي تسعود ستة جوج. عبد المجيد باش دي تتأكد اكتر. هيا في الرادار ديال للطائرات. هيا قطي تسعود ستة تسعود عفوا. رقم الرحلة تسعود ستة جوج ولكن الرقم الرحلة هو تسعود ستة تسعود. غير انا اخطيت من اللي كنت كان قوله. هيا رقم الرحلة. هيا الرحلة. بالانسيا. كازابلانكا. اذا كما اجتي معنا اخي عم نجيد الرحلة راية كينا. الله يصر لك الامر. خليك فهمني واش تست بس اير. تيت تحسب من نهار اللي درتيه ولا من نهار اللي شديتي النتيجة. كما جوبتك هنا اختينا زيهات ورق الله عليك كما جوبتك هنا الاخت عيشة العمراني راكيت تحسب من نهار اللي درتي فيه التست يعني من نهار اللي يخضوا منك العينة. هاديك تنين سبعين ساعة حتى النهار اللي كتاخد فيها الرحلة. راشيد. اخويا بقالي انا اللي سولتك على الرحلات الى تركيا. انا مقيم باسبانيا عندي جنسية اسبانيولة. اسبانيولية خدام في تراغوثا. واش. كيمشي والتركيا واشكرا. خير راشيد تبارك الله لك. لا يصير لك الامر. في الارة كيمشي والتركيا من هنا من المدريد. يعني البلاسة اللي عندي من كنترول يمتين. كتمنشي بيغاسوس ايرلين وتركيش ايرلين. جوج ديال الرحلات. جوج ديال الطائرات كي خرجوا من هنا. بيغاسوس ايرلين تقريبا يوميا. وتركيش ايرلين معده واحد نهار في السمانة. يعني السفر طبي من هنا. من اسبانيا. لتركيا. خار اخي البقالي. السلام عليكم يمتين ريانير. غادي تبدأ الرحلات ديال هار مراكش. ريانير رادي جابة ديال رحلات ديال هار مراكش. على حسب الحسب الوجهة ديالك في انتغادي والوصافي. ما مثلا ريانير رادي جا خدام المراكش بزاف ديال الاستيناسية. ما عادة دبافة الساعة هذه انجلترا لانه وقفه بسبب هده. هده السورة الجديدة ديال الفيروس اللي يجبره ديالك. ايكم الله يخليك. واش البسير داروري بالنسبة للناس اللي دخلي بالمغرب البلجيكا. الايقامة. المرجو ايجابتي. يعني انتنا عندك الايقامة نفهم اختيفاتي معيك. إلا كنت عندك الايقامة. وعلى حساب الفهمة اللي فهمتنا من ذاك التصريح اللي عملت العربية للطيران. تشوف معي هنا يا قد تقول لك ابتداء من خمسة وعشرين دجمبر. بلجي من نون ريزدن ترافلين يعني المسافرين الغير المقيمين ببلجيكا. يعني اللي ما عندهمش الايقامة. اما ماشين سياحة ولا ماشين مثلا عندهم بيزنس ما ولا يمكن دايزين ترانزيت. هما اللي ينفرد عليهم البسير. لكن بالنسبة للناس اللي مقيمين تما ما نفردش عليهم البسير. هاتش اللي كنفهم انا من هاد المسال اللي هنا يا. ويلا بغيت تتأكد مية في مية هناك نصحك انك تعيط للشركة الطيران اللي مسافرة معها. رغم انا كان قل لك اوما هنا مأكدين عليها بلجي من نون ريزدن ترافلين فروم مروكو. يعني المسافرين في اتجاه بلجيكا الغير المقيمين. الغير متوفرين على الايقامة. هدي سوكينا الصادق. السلام اخي بغيت نسول لك عفاك شوف لي رحلة من اسبانيا البريطانيا او اي دولتكم فاتحة مع بريطانيا الله ارحم لك الوالدين. لان زوجي حصل في المغرب وخصوه دارو رجعن انجلترا. اختزي سوكينا. كين اي بيريا كتبشي من مادريد لانجلترا. كين بريتش ايرويز كدري كتبشي من مادريد لانجلترا. كين اير اروبا. كتبشي من مادريد لانجلترا. جوج اللي نصحك بهم هما بريتش ايرويز. اه لان اذا كان عادي جي من مغرب عادي جيه سهل عادي اللي اله. اللي اللي يكون في تكواتر و تكواتر اي برياتش ايرويز عادي يكون هيا اله الرحلة السهلة. اذا بغيتك دخل لابليكاسون ولا بغا سيد ديالك دخل نتويه للابليكاسيون ديال لبيريا. وتم اقدر واحد البحث. تتم الغير الخرجة مثلا. كازابلانكا. واللندن. انا ديجا كنت قلبت هنا اياه. عام النهار واحد. نهار واحد وشهر واحد. تخرج لك هنا هي الرحلة. نهار واحد وشهر واحد. كذلك. عندنا نهار الربعة عنده بزاف ديال الاختيارة لان من مدريد لندن كيم بزاف ديال ليبون. نحن نقاوها مع هاتك ديال واحد نشوفها. رحلة ديال واحد. يناير. عندنا عادة عند الوقت. نشوف هانت هنا كين طيارة ديال إيبيريا. عند طيارة مهم صغيرة كتوز مياه ديال الناس ولا تسعين. غادي تاخدو من كازابلانكا للمدريد. كتشوف معايا هنا. ها تاخدو من كازابلانكا للمدريد. ها هي رقم الرحلة. ساعة وخمسين دقيقة. مهم غادي يخرج من كازابلانكا في الجوج للاروب غادي يكون في مدريد في الثلاثة وخمسة وثلاثين دقيقة ديال مدريد. ومن بعد من مدريد عند خرج الطيارة دياله حصل الخمسة وخمسة وخمسين دقيقة. يعني عندو الوقت باشي. باشي ينزل من طيارة ويمشين واحدة اخرى. عادة انا كان قول لك يبقى في نفس في نفس الترمينال يعني ما غاديش يتبدل بالزاف ولد دوان ترمينال اخر. إبرييا كتجيب البيس كتجيب الطوبيس وكتدف الطوبيس من الطيارة دياله للباب الاركاب اللي عادي يركب فيها في بريتش ايرويس. يعني ما غاديش يكون عندو ما غاديش يكون عندو شي مشكل. هانت هنا غادي تجي من كازا مدريد. مدريد غادي يمشي لندن. غادي تخرج الطيارة ديال لندن في السبعة وعشر دقائق. وقف الفيديو على خاطرك اللي أبغيته وتشاورو انت هنا وزوج ديالك والله يسترلكم الأمور. انا بالنسبة لي لي هذا احسن حل وخالبي يعني غالي شوية. ولكن مهم يستميه وشي حاجة للأورو افضل هالدورو فهدي تقريبا مشي. كل واحده يجيبه ولكن يعني باش يرجع بحاله. كان دننا يعني حد طريقة سهلة ومزيانة. لا يستر الأمر. ترجمة نانسي قنقر